فإذا ملكت نصابا وحال عليه الحول سنة هجرية مدخرا لديك أو كان دينا عند الآخرين وكان هذا المدين مليئا باذلا فإنه يجب عليك أن تحصي مالك الذي في الحساب والذي لدى الغير أو كان إيجارات لدى الآخرين ولم يتم تحصيلها أو كان ثمن مبيع بيته ولم تقبض الثمن فإذا حال الحول على هذا المال أو على ثمن المبيع أو على هذه الأجرة فإنه يجب عليك الزكاة وهذه الزكاة واجبة في مالك أخي سواء كان متوفرا في حسابك أو كان غروضا لدى الآخرين أو كان ثمن مبيع فإذا ملكت النصاب أخي وكان هذا المال في الحساب فإنك تتحقق من تمام الحول والحول يجب أن يكون بحساب السنة الهجرية وليس بحساب السنة الميلادية كما يتوهمه البعض فالحساب للحول هو بالسنة الهجرية فإذا ملكت نصابا وحال عليه الحول سنة الهجرية مدخرا لديك أو كان دينا عند الآخرين وكان هذا المدين مليئا باذلا فإنه يجب عليك أن تحصي مالك الذي في الحساب والذي لدى الغير أو كان إيجارات لدى الآخرين ولم يتم تحصيلها أو كان ثمن مبيع بيته ولم تقبض الثمن فإذا حال الحول على هذا المال أو على ثمن المبيع أو على هذه الأجرة فإنه يجب عليك الزكاة تجب عليك الزكاة بمقدار ربع العشر أي كل ألف في كل ألف خمسة وعشرون ريالا فتجب عليك الزكاة فيه أما لو كان المال عند آخرين ولكنهم معسرين ولكنهم معسرين أو عند مليء قادر ولكنهم مماطل غير مقدور على تحصيل المال منه فهذا المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبضته مرة واحدة يوم قفضه تخرج زكاته في يوم قفضه لأنه يعتبر في حكم المال المعدوم فإذا تحصلت عليه أخرجت زكاته لسنة واحدة أما إن كان عند مليئا وأنت الذي أنظرته فإنه تجب الزكاة عليه في كل سنة ما دام عند هذا المليء لأنه يعتبر في حكم الأمانة متى ما طلبته وجدته فتجب فيه الزكاة أما الدين الذي عند المعسر فلا تجب الزكاة فيه حتى تقبضه ترجمة نانسي قنقر